موسيقى الحكومة تزيد الإعفاء الضريبي بنسبة 4% من العام المقبل وزير الخارجية يبحث في اليونان ملف الهجرة واستقرار البحر المتوسط المحكمة الدستورية ترفض طعناً ضد رسوم ORF الكشف عن سربي حصل على مساعدات ويمتلك شركة تاكسي والكشف عن عصابة مراهقين سرقت 240 سيارة في فين وأخيراً علماء أثار يكتشوفون ألواحاً قد تكون مرتبطة بنبي الله موسى مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم إلى تفاصيل النشرة أعلنت الحكومة النمساوية عن تعديل جميع الشرائح الضريبية وزيادة الإعفاءات بنسبة 4% تقريباً اعتباراً من العام المقبل وأوضح المستشار النمساوي كارنيهاما أن حزب الشعب يسعى لتخفيف العبء عن الأسر والمتفوقين بينما يركز حزب الخضر على دعم الأسر ذات الدخل المنخفض وأشار نيهاما إلى أن التعديل سيمكن دافع الضرائب من توفير حوالي ملياري يورو حيث ستزيد شرائح الإعفاء الضريبي بما يفوق معدل التضخم معرباً عن سعادته بالاتفاق بين حزبي الإتلاف الحكومي على هذه الخطوة بحث وزير الخارجية النمساوي أليكزندر شالنبرج في اليونان ملف الهجرة في الجزر اليونانية والاستقرار في شرق البحر المتوسط وأوضحت وزارة الخارجية النمساوية أن اللقاء جمع بين شالنبرج بنظيره اليوناني في أثينا وندد شالنبرج بما أسماه تهميش أعضاء الاتحاد الأوروبي الأقل تأثراً بالهجرة معتبراً أن هذا السلوك يقوض الوحدة الأوروبية وأكد أن الهجرة غير النظامية لا تزال تستخدم كسلاح منتقداً عدم اهتمام بعض الدول الأوروبية بهذا الملف وأشاد بدور اليونان التي أنقذت نحو حوالي 250 ألف شخص منذ بداية أزمة الهجرة عام 2015 رفضت المحكمة الدستورية النمساوية طعماً يتعلق برسوم الإذاعة والتلفزيون قدمه 331 شخصاً معظمهم لا يملكون جهاز تلفزيون ضد دستورية هذه الرسوم وزعم مقدم الطعن أن الرسوم غير دستورية إلا أن المحكمة أوضحت أن الطعون الفردية تقبل فقط في ظروف محددة ويجب استفاء شروط معينة قبل النظر في محتوى الطعون وفي هذه الحالة أوضحت المحكمة أنه يمكن لمقدم الطعن طلب قرار من الشركة المعنية بتحصيل الرسوم لتحديد رسومهم ويمكن الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية ثم أمام المحكمة الدستورية كشفت الشرطة عن سربي كان يحصل على إعانات البطالة على مدار عامين بينما يدير شركات تاكسي غير قانونية ويعتقد أنه جنى أكثر من 200 ألف يورو خلال تلك الفترة وأدار الرجل في فينة من فينة شركات تاكسي في مناطق كورنيوبورغ وغينزندورف بين يونيا 2020 وأغسطس 2022 وسجل المركبات بأسماء شركات مختلفة على منصة إلكترونية لتقديم خدمات التوصيل وفي 39 حالة زور أوراق تسجيل السيارات واستخدم رخص قيادة مزورة لتسجيل 44 سائق ولم يسجل السائقون في التأمنات الاجتماعية وكان يحصلون على مساعدات اجتماعية كما زور سجلات جنائية لأحد السائقين واستخدمها عدة مرات أعلنت الشرطة النمساوية عن تفكيك عصابة شبابية ارتكبت 240 عملية سرقة سيارات في فينة وتم القبض على اثنين من أعضائها تتراوح أعمارهم بين الثانية عشر وخمسة عشر عاما يوم الأحد ونصب إلى العصابة سرقت حوالي مئة سيارة بين الثامن والعشرين من يونيو والأول من يوليو وتتكون العصابة من ثلاثين إلى أربعين شابا من جنسيات مختلفة ينشطون في مجموعات متغيرة حيث يقطحم الشباب السيارات عن طريق كسر نوافذها ويقضون السيارات المسلوقة في المنطقة إذا عثروا على مفاتيحها وتتحرى الشرطة عن الأصابة منذ أبريل ضمن عملية مثلث وتمكنت الشرطة من اعتقال خمسة منهم وأودع اثنان منهم من روسيا ومنغوليا السجن بأمر من النيابة العامة أعلنت جامعة إنسبروك عن اكتشاف علماء أثار ضريحا رخاميا يحتوي على ألواح يعتقد أنها مرتبطة بتلقي النبي موسى الوصايا العشر ويحتوي الضريح على صندوق عاجي عمره 1500 عام مزيّن بزخارف مسيحية وأشار عالم الأثار جيلارد جراهر إلى أن هذا الصندوق هو واحد من حوالي أربعين صندوق عاجيا معروفا في العالم وأكد أن آخر اكتشاف مماثل كان قبل حوالي 100 عام وتم العثور على الصندوق تحت مذبح كنيسة صغيرة في قمة تلة بيتشي البورغ في بلدة إيرخين ضمن حفريات تجريها الجامعة منذ عام 2016 ويظهر أحد الألواح رجل يتلقى شيئا من السماء مما يعزز الاعتقاد بأنه تصوير نموذجي لتسليم الشرائع إلى النبي موسى على جبل سيناء كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفو جرات على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح مكيني أمسيا سعيدة شكرا لحسن المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر